ونعوذ بالله تعالى من شرور يأفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يأتي لله فلا مضل له ومن يبزل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وقيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لهم أعمالكم ويغفر لهم جلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديثي كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المهم بمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كفر وأنها وإنما توعدوا لآآت وما أنكم بالمعجزين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسلته واكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين عباد الله الحج هو الرقم الخامس من أرجان الإسلام وقد افترض الله تعالى هذا الرقم على عباده فقال ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كيل يا رسول الله فالسبيل قال الزاد والرائلة والحج سفر صالح إلى الأماكن التي طرج فيها الأنبياء والبعث منها الوحي وكانت مشرقاً بالإسلام ومجتمعاً أولاً في السلف الصالح والحج إنما يشمل أموراً عقلية وعاطفية فالمقصود من رحلة الحج أمور عقلية وأمور عاطفية فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بالفجر المنظري وحدهم ولكن مشاعرهم شديدة السيطرة عليهم والإسلام يجتعب في تحويل الفجر المنظري إلى عاطفة حارة تغمر القلب وتتشبث بالفؤاد ويحيا الإنسان وفقها معنى سيرورة الفجر إلى عاطفة حارة هو ما يقول عن الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون قد ترى عقلاً أن الله سبحانه وتعالى موجود ولكن هذه النؤية لا تتمن إلا إذا تمعتها لشاعر وحاسيس تغمر قلباً وتتشبث بالفؤاد فيتجه قلبك نحو الله تعالى يحص عظمتهم ويكرّم نعمتهم قد ترى عقلاً أن الكذبة الرذيلة وأن أشهرك فضيحة لكنك عندما يتحول هذا الإحساس أو عندما يتحول هذا الفكر إلى إحساس فإنك تشبئزه من الرذيلة وتشبئزه من الشرك كما تشبئزه من الرائحة الكريهة وهذا هو المقصود من الحج فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحول الحجة من أمور عقلية أو من حقائق المقررة أُلست في الكتب وتلقاها الناس إلى أمور عاطفية وأراد أن يربط المسلمين بالمكان الذي بدأ فيه الوحي والذي انطلقت منه رسالتهم والذي كان مكاناً للنبيين صلى الله عليه وسلم والرجال الذين حملوا الأمانات حتى أدوها على أتم وجه والنفذ معاني الحج معناً معناً إن رسالة الإسلامية وإن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت استجابة لدعوة جده إبراهيم وابنه إسماعيل وهنا يرفعان القواعد من البيت فهل على أدباع النبي صلى الله عليه وسلم من حرج أو من بأس أن يذبوا إلى ذلك المكان ظروفات ووحدانة أي جماعات وفراضة إلى هذا المكان أو إلى ذلك المكان الذي اتبعثت منه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا كان تاريخ دعوتنا مرتبطاً بهذا البيت فهل على أدباع النبي صلى الله عليه وسلم وهل علينا من حرج أن نذهب ظروفات ووحدانة إلى هذا المكان الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة حكيلة عندهم وإذ يرفع مراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السبيع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلهم الكتابة والهكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أفليس من حق الأبناء أفليس من حق الأبناء أن يجيء إلى ذلك المكان كي يتذكروا كيف انبعثت رسالتهم منه وكيف كان ربيهم صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة تنكيلة وجدواره ترتفع وقواعده تمهد ثم هذا البيت هو أول بيت مدعاً وأول بيت بني على قهر الأرض لتوحيد الله تعالى إن أول بيت مدع للناس لالذي بذكة مباركاً وهدى للعالمين بني لتوحيد الله تعالى بني على أنقاض الوثنية التي حاربها إبراهيم طوال عمره بني ليكون علماً للتوحيد وغايةً للإيمان الصالح المنسف إن تكريم البيت الأول شيء عادي وهذا سر قول الله تعالى ومن حيث خرجتها فولي وجهة شطر المسجد الحرام وحيث ما قلتم فولوا وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولهتم نعمتي عليكم وعلا لهم تهتدون أليس من حق هذا البيت أن يتبعه بعد ذلك كل مسجد أو كل بيت يبنى على رهر هذه الأرض وأن يقف الركع السجود بساحات المساجد التي تبنى بعد ذلك ليولوا وجوههم شطره ويصدوا ناحيتهم وهذا ما يجعل المسلمين يقصرون وفهدهم كل عام إلى زيارة البيت الحرام إلى زيارة الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس وبالقواسل تحياته الطواف به سبعة والطواف إنما هو صناف سن للطائفين أن يجعلوا أو قادروا بذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتوقيره وتحميله وتمجيله سبحانه والطواف إنما يبدأ من الحجم الأسود والحجم الأسود حجم لا يضر ولا ينفع فقد ورد عن أمر بن الخطاب رضي الله فعال عنه أنه قال والله إني لأعلم أنك حجم لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلك ما قبلتك ومن ضمن أن الكعبة تضر أو تنفع أو أن حجم بها يضر أو ينفع فهو الإنسان جهود لأن الله عز وجل علمنا النبطار النافع المعطي المالع الخافر الرافع هو الله سبحانه وتعالى ثم بعد الطواف يأتي السعر والسعر يكون بين الصفة والمروة يسعى المسلمون بين الصفة والمروة والسعر الإبناء هو رمز لأمر يحتاج المسلمون إليه كثيرا فإن المعلوم من تاريخ النهوات أن إبراهيم أبا الأنبياء قد جاء بمغاته هاجر وبإبنه إسماعيل ووضعهما في مكان فوق البيت لا ضمع فيه ولا ضمع ولا ماء في أرض مجدبة وكان هذا تصرفا مستقرما كيف يضعوا ابنه ومراته في مكان لا ينسى فيه ولا شيء ولذلك فإن الملاته ألحب في السؤال عليه وقالت له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا المكان الذي لا ينسى فيه ولا شيء لكنه ما استطاع أن يجيب إنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى ولا يدري ما الحكمة من ذلك فلما ألحب عليه في السؤال ولم يجب عليها قالت آه الله ومرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا وفي راية قالت رضيه بالله كانت هاجر كرجلها بمرأة مهممة مخبصة ولكن مشاعر الغمومة هزتها عندما رأت ابنها يتنونك من العرض فقامت تجري هنا وهناك سبعة أشواط بين الصفة والمرأة وهذا ما يسعى المسلمون أو الحجاج والمكبرون وهذا تكريم للسيدة هذا هزتها مشاعر الغمومة فقامت تجري هنا وهناك حتى شاء الله تعالى لا أن يفجر لها الملب نبع الماء ماذا نفى من ذلك؟ نفى من ذلك أن الإنسان عندما يعتمد على ربه سبحانه وتعالى لأنه يعتمد على مصدر القوى وعلى منفع الخير وعلى سائق القضى وعند الإنسان إذا صدق إيمانه ربا تركله وازدامت ثقته بالله تعالى وضعفت علاقته بالماديات وليس معنى ضعف علاقته بالماديات أن يستكين أو يتواجد فإن المرة سيدة هذا قامت تجري هنا وهناك بحثا عن الله حتى يسر الله لها آخر الأرض ما تحتاج إليه لا بد من حركة ولكن التوكل حد وقد سمى الله تعالى نبيه المتوكل لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيماً وحيداً معزوهاً مستوحشاً عن قوة خلق معزوهاً عن قوة خلق في دنيا سود تلفجاتها وامتلأ الظلمات وشهور الجاهلية آثاركه ولكن ماهو صلى الله عليه وسلم ما يأسى واعتمد على الله وتوكل على الله كنفى أن يضرس عود التوحيد في بيئة لا تعرف عن التوحيد شيء وتأذف الشركة وتعتش به لكن ماهو صلى الله عليه وسلم توكل على الله واعتمد على الله وأخذ بالأسباب فرصله الله تعالى وأخذت كوة الشر تتضحول لحظة أخدامه صلى الله عليه وسلم فقد أزال الظلمات من جميع العالم كلها بأن يمزق الصلاة وأن يمزق أسدافه وتوكل على الله فنصله الله تعالى ولو أننا توكلنا على الله تعالى حقى التوكل لنصرنا كما نصر نبينا صلى الله عليه وسلم وتسقانا كما سقى مراتا لا تجد هي ولا رضيعها شيئا في صحراء ترباء لا زرع فيها ولا ماء إن التوكل إنما هو شيء فطير وعندما يذهب المسلمون إلى مكان نبع فيه الماء من زنزم تدرك الناس ويعرفون أن الانقطاع عن الله تعالى جريمة وأن الانقطاع إلى الله تعالى هو كمان الاتصال ثم يغالب الناس الهواء نحن نغالب الهواء عندما يرسل بسولين الشيطان يجير إلى أفدتنا لذكر الله تعالى يجير إلى أفدتنا لذكر الله تعالى همسا ويتحرق في قلوب المؤمنين باعث طيب لكن الله يريد منا في صفرة الحج نسأل الله أن يرسيح للحج الله يريد منا في صفرة الحج أن يتحول الهمس إلى صوت عالي وأن يتحول الذكر الخافض إلى هتاب كأن الحج مظاهرة ضخمة الهتاب فيها لله وحده والصياح باسمه سبحانه لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والأمر لا شريك لك لبيك وهذا هو المقصود من الحج وعندما تستقرق آيات التي تتحدث عن الحج طرعا أن هذا هو المقصود من الحج الحج أشره معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله والتزوده فإن خير وسهل التكوى والتكون يا أول الأنباء الله أسر الغرى ما يكلفه معطاه شيئا إنها كلمة من حرفين كله فلو أراد أن يجعل الدنيا تخذ أقدامك نهما وفضة فعل إن ذلك لا يتعبه ولا يعيبه ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده أنتم بخلاء وأنا وني كريم ليس عليكم جناح أن تبدأوا فضلا من وفقهم فإذا أضطوا من معرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما أدادوا وإن كنتم من قبله لمن الظالمين لقد أخذ التعبير عن مناسك الحق كلمة الذكر يقول الله تعالى فإذا أفضتم من أعرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم ويقول سبحانه وتعالى ليشهدوا ملافع لهم ويذكوص مع الله في أيام معلومات على ما رزقهم من فهيمة الأنعم فقلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويقول تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائب الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطعموا القارع والمعقر أغل التعبير عن مناسك الحق كلمة الذكر لأن هذا هو المقصود من الحق المقصود من الحق هو ذكر الله سبحانه وتعالى والهداف باسمه سبحانه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك أقول كول هذا ويصف الله لي ويكتوب الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة بالمتقين ولا أعظوان إلا على الضالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله الرسول اللهم صلِّ وسلِّم وجارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونتمعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله قبل طوافل فاضة وهو ركر من أركان الحج يقف الناس في مثل هذا اليوم في يوم عرفات يقفون يقف الملايين بساحة وآسعة كبيرة في جبل عرفات يتوسطه جبل الرحمة يدعوه الله عز وجل ويستغفرونه ويسبحونه ويمجدونه وفي مثل هذا اليوم في حجة الوداع وكان أميرها النبي صلى الله عليه وسلم أمل الناس على جمالهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم في خطبته الشهيرة فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهدكم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وذباء الجاهلية موضوع وأول دم أضع دم ربيعة ابن الحالد ابن عام النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سع فقتله مذيب وذبا الجاهلية موضوع وأول رباء أضعوا رباء رباء العباس بن عبد المطالب عام النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتهم بأمان الله واستحللتم فروجهن بكالبة الله وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدكم كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائمون قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بنصفح السباب إلى السماء يرفعها إلى السماء وينقفها في الناس ويقلبها في الناس ويقول اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاثة برات حضر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بحرمة الدباء وبحرمة الأموال وأن كل شيء كان في الجاهلية لا قيمة له لا قيمة له ولا عبرة له ولا يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بدباء فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالنومين من أنفسهم ورباء العباس كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلاً غنياً الرواضي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الجاهلية كشق الجيوب ورطن القدود والدعوة بدعوة الجاهلية فكلها أشياء مهانة لا قيمة لها ويا ليت المسلمين حفظوا وصايا نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ليتهم يحفظوها فبعد أن أمنى النبي صلى الله عليه وسلم انتاس جميعاً على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم استباح بعض المسلمين دباء بعض واستباحوا أموال بعض واستباحوا أعراض بعض نضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال ما أطيبك وما أطيبني حبيب ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة من ماله ودمه ومع ذلك فإن المسلمين بعض المسلمين يقتل بعضهم بعض وينتهد أعراض الآخرين والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى البيت لضى إلى أحد أبواله صلى الله عليه وسلم وقال لو تركنا هذا الباب للنساء باب للنساء يدخلن منه ويخرجن منه حتى إن إذن عمر ضل طوال عمره ما يدخل من هذا البيت من هذا الباب الذي قصصا للنساء ولذلك فإن هندسة المساجد ينبغي أن تقول وعلى ما علمنا إياه وصلنا صلى الله عليه وسلم باب للنساء يختصصنا بذن منه يدخلنا ومنه يخرجنا علينا أن نتعلم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نصحح الأخطاء وأن نقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك في اليوم الجمعة وفي اليوم عرفة أن يتقبل من حجيج بيت الله تعالى وأن يجعل حجهم مغفورا وأن يحوموا إلى ديارهم يحومون مغفورا لهم فنسأل الله عز وجل أن ينزقنا الحج والعمر وأن يجعلنا الحج والعمر اللهم طفل لنا ذنوبنا وإسماغنا في أمرنا وثم تأخذ منا ونسقنا على القوم الكاثرين اللهم مجعل فأرولا على منظر منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا لا تجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة وفينا عذاب النار ربنا لا تؤخذنا لتسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا رسرا كما حملتنا على الذين من قبلنا ربنا همينا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين ودعنا لمنتقين إماما طب شفرطانا ونوت المسلمين ورحم موتانا ونوت المسلمين وفق التيل عن المدينين وفر الكربى الأقربين ووفق جميع المسلمين يا رب العالمين ووفق جميع المسلمين يا رب العالمين وضعنا واحد صدفان واحد دماءهم واجمعهم على الحق واحد دعوانا للحمد لله وبالعالمين